انجاز يلي انجاز تحققه فرق الاهل المختلفة بالعزيمة والاسرار لتحقيق الانتصارات والتواجد على منصات التتويج فرق تنس الطاولة بالاهل حصدت العديد من البطولات وتربعت على عرش اللعبة في مختلف الفئات العمرية تحت قيادة اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة على مستوى فرق تنس الطاولة بالنادي الاهلي حصل ابناء القلعة الحمراء على المركز الاول ببطولة القاهرة لجميع المراحل كما توجت فرق المارد الاحمر ببطولة الجمهورية بجميع المراحل بعد الفوز على الزمالك سواء بالنهائي او قبل النهائي وعن فرق مرتبط الرجال خمس عشرة سنة وثمان عشرة سنة واحدى وعشرين سنة فقد حصلت على المركز الاول بالدورات المجمعة الاولى بالاهلي والثانية بنادي الصيد فيما حصلت فرق مرتبط السيدات اثنتي عشرة سنة وخمس عشرة سنة على المركز الاول بالدورات المجمعة الاولى بالاهلي والثانية بالاسمعلية ولم تقتصر الانجازات في المنافسات الجماعية بل حقق العديد من اللاعبين واللعبات النجاح في المنافسات الفردية حيث حصل كل من ملك طارق ويوسف احمد وهنا جودة وياسمين ياسر ومروان جمال على المراكز الاولى في مختلف المنافسات العمرية لبطولة الجمهورية لينجح لاعب جميع المراحل في بطولة الجمهورية للفردي في الحصول على المركز الاول وتسعى فرق تنس الطاولة بالنادي الاهلي لمواصلة الانتصارات وحصد البطولات في مختلف المنافسات للحفاظ على اعتلاء منصات التتويج بشكل دائم يهلا بكل حضراتكم مرة تانية اكيد زي ما تابعتم معنا وعرفتم من خلال هذا التقرير هيكون حوارنا في الفقرة دي عن الفرق المختلفة ذات الاعمار المختلفة تنس الطاولة في النادي الاهلي والحقيقة يعني حاجة تفرح جدا لما نلاقي ان كل الاعمار متصدرين تقريبا كل البطولات ومحتلين المركز الاولى طبعا ده دليل على ان فيه ادارة نكحة دليل على ان فيه مدربين على اعلى مستوى واحنا طبعا مشرفنا اتنين منهم فيها دي الفقرة معنا كابتن محمد اسماعيل مدرب فريق 15 سنة وكابتن هاني رضا مدرب فريق 12 سنة طبعا فقول عليكم صعداء ومتشرفين بجودكم معنا ومتشرفين اكتر بالنجاحات اضاهم وصلي عن نبي حاجة جميلة اذ محروب اذ محروب اذ محروب اذ محروب طبعا النجاحات لما تكون بالشكل ده وبالكثافة دي ما بتجيش كده بالصدفة بيكون وراها ايه بقى عايزين نسمع منك كابتن ايه اقول له حضرتك انا ادناد الاهلي الحمد لله احنا عندنا بنشتغل بمنظومة جماعية يعني احنا لغيين كلمة الفرد خالصا احنا بنشتغل بجماعي فالانجاز الاتحق السنة دي اعتقد يعني من سنين ما اتحقش اللي احنا اقفلنا كل البطولات فردي وفرق من جميع العمار من اول 12 سنة الى الرجال والسيدات سواء على مستوى الفرق او الفردي فده لو حركت يعني لو شفناك كويس ده هيباين قديه ان احنا كلنا في الناد الاهلي واحد يعني الاهلي كل واحد 12 سنة زي الرجال والسيدات فده الحمد لله ده سر نجاح الناد الاهلي شايفين فيه اصرار تالية كابتن حمد ولا هو برضو نفس النقطة دي انا بكمل طبعا كلام كابتن هاني هو نفس النقطة الفكرة كلها اللي احنا كلنا ماشيين في اطار واحد هو بيت بيت كبير كله شغال مع كله المدربين كلها مع بعض الجهاز كله مع بعض النشاط الرياضي بيساعد مجلس الإدارة طبعا في الاول وفي الاخر اكيد احنا كلنا شغالين مع بعض ايد واحدة عشان احنا نقدر نصل الى هدف اللي احنا نعمل نتايج واحد فرحتنا بإفنت واحد ما بتكفيش يعني احنا دايما بنحاول احنا نكسب تعلن كل الإفنتات فالانجاز اللي حصل السنة دي الاساس فيه تجمعنا مع بعض وده على طول ده اللي احنا تعلمناه وتربنا عليه في النادي الاهل لكن السنة دي لما خدنا التمن إفنتات في الفرق ودي كانت اكبر حاجة اول مرة تحصل تقريبا ان احنا خدنا كل الإفنتات كان كله ايد واحدة فعلا عشان نوصل للهدف ده يعني مفيش بطولة واحدة سنتوها الفريق المنافس على سبيل المقابل الحمد لله كل البطولات كانت كل الكسات ورجعتوا بيها ماشا فضل من ربنا يا الحمد لله الحمد لله جميل طيب يعني اكيد لما تكون بتدربوا اعمار زي 12 سنة او 15 سنة فانتو كانوكم مسؤولين عن معمل تفريخ بشكل او باخر لان الابطال سواء في رجال او سيدات تنس الطولة في النادي الاهلي في مرحلة سابقة كانوا ناشئين بطبيعة الحاجة ففكرة ان انتو بتأسسوا عايزة اسأل بقى ايه المواصفات اللي بتدوروا عليها في اللاعب الصغير السن او اللاعب الصغيرة السن عشان تقرروا ان اه ده مشروع بطل احنا عايزينه وحنتولى مسؤولية تدريب ايه ايه النقاط اللي لازم تكون موجودة في النادي في الطفل عموما عشان يبقى مبدع في الرياضة وحضرك بالنسبة لي انا بطفل شخصية الطفل الصغير بيبقى شخصيته من الاول بينه يعني الولد الصغير فيه اللي هو حبيب التمرين عايزة يجي التمرين كل يوم فيه طبعا اللي بيحاول ما يبقاش متواجد فالشخصية من هو صغير بيبين الولد ده ممكن خلال سنة او سنتين هيبقى حاجة كويسة بتنستوى وتعرف حركة اللاعبة الفردية اه طب فالمجهود فردي فبرضو الولد بيبقى بين هو عنده ايه طموحه ايه هو حابب يوصل لفين هو بيجي التمرين مجرد بيحضر ولا بيجي النهاردة عشان يستطيعي عشان اعمل حاجة عشان تعليل المستوى البتاعي مستطيعي فطبعا دي بتفرق بين كل ولد دولة دي واولياء الامور طبعا ديهم دول مهم جدا في المسألة دي هو اللي هي كتبت حالي طبعا هم اساس جدا ان هم يساعدوا عشان يساعدون احنا اللي احنا هنقدر نطلع الاقتال دي في الاول وفي الاخر هم اساس في كل حاجة احنا عندنا لعيبة كتيرة جدا مش من مش من الكاهرة مش مخيمين من اساسا مش من الكاهرة يعني ديجوا مخصوص عشان ديجوا مخصوص ومخيمين دلوقتي في الكاهرة واللعيبة دي العيبة صغيرة عند الكابتن هان 12 سنة عندي 15 سنة كلهم ابطال مصر ودول من اسكندرية من ضبانهور من حتة تانية مختلفة اهلهم يعني شوف قد ايه بيسرقوا في النادي الاهل ان هم يجيبوا اولادهم وينقلوا حياتهم كلها ان هي تيجي ده دول مهم جدا على ولية الامر ان هو لازم يساعد في حتة زي دي واحنا كمين لازم نساعد معا طالما هو ولية الامر بيساعد احنا اكيد لازم احنا ان شاء الله نطلع نتائج كويسة وده زي ما هو قال الحقيقة ده دليل احنا عندنا ابطال كتيرة سن صغيرة جدا مش من الواقع ده او الحقيقة دي في حد ذاتها بتأكد فكرة ان الطرفين متعاونين لو اولياء الامور وانتو شخصية مجهودهم ودورهم ما يقللش خالص عن مجهود المدربين او العيدة بيبزي له مجهود فعلا كتير جدا على حساب حياتهم الشخصية بيقولك سعاد بينقلوا حتى ما يعني اقامتهم بالكامل انا بشكرهم بسببه شخصية يعني على تعاونهم معانا السنة دي والسنة اللي فاتت وان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله صعوبات التعامل مع سن 12 سنة تحديدا يعني 15 هنقول ها وين كان برضو يعني اكيد طفل اه يعني ايه اكتر صعوبات بتوجهوها مع الاعمار دي ما انا بقول لحد اكتر هو في الاو في الاخر طفل 11 سنة 10 سنين مش رسنا دماغه دماغ ولا صغير. فلازم تنزل انت لي. يعني انت بتفكيرك انت تنزله. هو عايز ايه حابب ايه. هو ممكن يكون عايز يطلب منك حاجة بس ما مش عارفه ووصلها لك. فدورك اللي انت هتقرب منه. طب انت بتقول عايز ايه حابب ايه. مفيش طفل ما بيقاش حابب المنصصات والحلويات والسكانيات والحاجات الكثيرة اللي ممكن تكون بتتعارض مع نظام الغذائي اللي المفتوض يكون هم ماشيين عليه. دي ممكن اواب بتبقى عامل حافز للولد. يعني لو ا اه يعني انا النهاردة انا عارف لو بيحب حاجة معي انا. فلو لقبت النهاردة كويس انا هجيبها لك. طبعا مش باستمرارية طبعا عشان الحاجة بتقول عليه بالنسبة للنظام الغذائي. بس بتبقى عامل جذب لي. حاجة تشجعية يعني. اه. طبعا. طبعا. تحفيز. اه. طبعا. عندك اه طريقة او تكنيك مختلف بتتعامل مسلاله مع العمار. كابتن هاني بيقول ان 12 سنة طبعا هو طفل بنمزله شوية لغاية افقار. لكن 15 سنة بيبدأ ان هو شوية. نفس الموضوع هو مش كبير خلص ولا حاجة. لكن هو افقار بتقدر تتغير شوية زي ما بيطلع 18. لغاية لما بيكبر خلص. بتقدر اللي انت تساحبه. بتقدر اللي انت تتكلم معي. بتقدر اللي انت. اهم حاجة اللي انت تتوصله المسئولية. مسئولية ان هو يشيل بطولة النادي لها. سواء في بطولة فردي او في بطولة فرق. هو ده اهم حاجة اللي احنا بنبنيها فيه. والروح دي الى اي درجة متحققة. يعني طبعا هو في دليل على ان هي متحققة. يعني الكسات د دي وبقية البطولة اللي انتو حصلتوا عليه. بس بشكل عام يعني كيف تمشي ازاي. والله الروح دي يعني متحققة لدرجة كبيرة جدا. في كل الاعمار. في جميع الاعمار. لان هو. الفكرة كلها اللي احنا كل مدرب بيقدر يوصل. طبعا بتعاوننا كلنا. هو مفيش مدرب هنا بيشتغل واحد. يعني احنا كلنا بنتعاون مع بعض. كلنا كمدربين ناشئين بنتعمل مع بعض. فوقنا كابتن فاتح عابده طبعا. المدير قطاع الناشئين الناشئات. كابتن اشرف عرفتاح رئيس الجهاز كابتن المدرب العام. فاحنا كلنا بنقدر اللي احنا نشتغل مع بعض عشان نوصل ال 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 فلازم الطفل الصغير يبقى عارف دي من الأول اللي منت هنا في الناد الأهلي مفتوض منك المركز الأول يعني روح الفنية للحمرت ومتحقق حتى في الأعمار الصغيرة طبعا بلازم في السن الصغير دي يوصلوا للمعلومة دي من دي اللي بيبنى عليها بعد كده هو خلاص حدا على كده هو صغير فخلاص هو طول ما هو مستمر عارف أن المركز الأول ده دي الغاية بتاعته ده الهدف بتاعته طب تقولوا إيه الأولياء الأمور اللي عندهم أطفال حتى في أعمار يعني أصدر حتى من الاثناشر وخمستاشر سنة وبيفكروا إن أولادهم يمارسوا الرياضة دي بالتحديد إيه مميزات طبعا يعني الرياضة دي بصفة خاصة هنقصر الكلام عليها يعني مميزات الرياضة دي بالنسبة للأطفال من الأعمار الصغيرة ما أنا ده ما بقول لحضرك كده فرس كولو لعبة فردية فبتعمل شخصية للولد أنت حضرك المباراة الوحدة بتمر بكذا مرحلة بتبقى خسران عايز تدعود تجيب المكسب اللعبة مش جامعية فعنده الكدر هو أنا اللي ههوصل للمكسب أنا اللي هفضل أتمرن عشان عايد أخد المكسب الأول فكلها ده وفع شخصية فاللعبة دي أنا شايفها اللي هي من أهم الألعاب اللي بتبني البناء ده البناء ده مأموما مش الرياضي بس عندك نقاط إضافية نضيفها لإجابة كابتر هاني طبعا زي ما حتنهاني قال هي لعبة مش سهلة بصراحة يعني هي لعبة مش سهلة لكن بتعتمر على السرعة والزكاء والموهبة بتحمل الولد مسؤولية كبيرة جدا لأنه هو زي طبعا محاك عارف هي لعبة فردية في الأول وفي الآخر لكن باسم النادي الأهلي بتبقى لعبة جماعية بطولات الدورية بطولات الدورية بطولات الدورية بطولات الدورية بطولات الدورية وزي ما بقول لحضرتك لما بي لما الأولاد الصغيرين بيشوفوا لعيدة 15 سنة لعيدة 12 سنة لعيدة 18 سنة أبطال وبينزل صورهم وبيتعرفوا وبيروحوا مع المنتخب ده بيبقى حافظ بالنسبة دي هنجودة طبعا أحافظ كبير لأي حد باللوقتي سنة صغيرة إنه شارك في اللعبة وغيرها وغيرها من أبطال كثيره طبعا اللعبة دي انت قلت ثلاث نقاط بتعتمد عليهم الرياضة قلت السرعة والزكاء وظن الموهبة كمان أكيد لازم تبقى موجودة بأي ترتيب يعني إيه الأهم يعني فكرة السبات المفعالي وفكرة يعني انتوا قدرب مني بالمصطلحات الرياضية بس فكرة يبقى فيه توافق عصبي وفكرة سرعة رد الفعل وسرعة البديهة وحسن التوقع كل دي نقاط بتهيألي مبنية عليها إلى حد كبير هذي الرياضة نقدر نمسكها بترتيب معين نقدر نقول إن النقطة دي هي الأهم على الإطلاق طبعا في التنس الطاولة المرونة مهمة جدا السرعة دي لعبة رد الفعل فيها عالي جدا انت في جزء النسانية بتتعامل مع كرة بوضع معين بجدء تشريحي في الجسم معين طبعا السرعة والقوة دي أهم أهم الحاجات الموهبة مش لازم تبقى موجودة يعني الموهبة يعني ممكن تتنمى وممكن يعني فيه لعيبة بتبقى الموهبة عندها قليلة شوية بس كتر التمرين بيزيد يعني الموهبة أنا شايفها طبعا حاجة مهمة بس مش هي رقم واحد أنا ممكن التمرين الكتير والمعسكرات الكتير والاستعداد الشخصي بتاعك أنت يعود الحتة طب إحنا في الأعمار دي بصفة خاصة لأنتم متوليين مسؤولية تدريبها سن 12 سنة وسن 15 سنة لو قاررنا بين المرحلتين السنيتين دول في النادي الأهلي في اللعيبة الولاد والبنات وبين نظراءهم أو اللي زيهم في نفس المرحلة السنية ولكن عالميا إحنا فين منهم يعني هل اللعيب في النادي الأهلي أو اللعيب المصري عموما سن 12 أو 15 سنة بنفس قوة اللعيب الأمريكي اللعيب الصيني وخصوصا طبعا دول دول الأسيوية دول الأسيوية في حدة تانية إحنا بنغلب علينا الطبع الأوروبي شوية يعني إحنا التكنيك لعبنا أو الستائل بتاعنا باتجاه لي الجانب الأوروبي أكبر وأكبر دينا علينا هانا جودة يعني هانا جودة وصلت دلوقتي لأي تبع المصنافة رقم واحد على العالم يعني 15 سنة فممكن عندنا لعيبة بس هي مطلوب حاجات كتير يعني والاتحاد المصري بصراحة يعني ابتدى بيتعامل في النقطة دي بيعمل معسكرات للولايات ببطولات بيشاركهم بطولات دولية فكتر البطولات دي هتعمل الفارق تقربوا شوية اللعيبة عندنا مقهوبة عندنا في 12 سنة 15 سنة في مواهب كتير بجانب هانا جودة طبعا بس فضل نوع من الاحتكاك يعني يلعبوا ويحتكوا بالمدارس الأوروبية بره أكتر لو حصل دعنا فأنا شايف اللي احنا ممكن بقريبين جدا المستوى اللي بره طب يعني كابتن هاني كان بيقول لك كابتن محمد ان لأ دول السويد في حتة تانية طب احنا ليه مش قريبين منهم في الحتة اللي هم فيها ليه هم دايما يعني متسايدين الموقف وأصحاب اليد العليا ودايما ليه وحتى ستايل خارس جدا من أول مسكتهم للمضرب بنهيج بقى عن التكنيك اللي بيلعبوا بيه اشمعنا هم في حتة تانية وإحنا مش معاهم ليه هقول لحاك حاجة هو احنا طبعا اللعيبة بتاعتنا 12-15 سنة احنا مسيطرين الحمد لله بالعالمين مسيطرين على العرب كويس جدا مسيطرين على أفريقيا احنا على لعيبتنا كلها أبطال أفريقيا في الـ 12-15 سنة وبنلعب بطولات دولية كتير اللي هي Pro Tours Pro Tours هي بطولات دولية زي بطولات عالم مصغر احنا بنلعبها واللعيبة بتقدر تثبت نفسها كويس جدا وبتقدر تاخد مراكز كويسة جدا بس لما بتيجي شوية بتتحط face to face مع اللعيب الأسيوي الموضوع بيبقى مختلف شوية ليه بقى؟ عندهم الأعداد اللعيبة أول حاجة كتيرة جدا يعني هم عندهم هم تعداد الزكات ملايين عندهم اه بلاص إنه هو هناك البنج بونج تقريبا يعني بنسبك فيها اللعبة الأولى في كل بلد منهم يعني اللعبة الأولى فطبعا مديانها التطولات موجودة التطولات موجودة في الشوائق الطولات موجودة في كل حت العدد كتير جدا وزائد الحاجة الأهموي اللي هو سبحان الله يعني هي المرهونة عندهم اه يعني هي حاجة كده اه فدي مش ميدينة احنا دي بنحاول نطورها بالعج طبعا كل واحد بحسب امكانيته طب انتوا ان شاء الله بتجهزوا نفسوكم لإيه؟ احنا خلاص قفلنا صفحة البطولات اللي فاتت كلها اللي انتوا قفلتوها باسم الله ما شاء الله في إيه ماء جاي ان شاء الله تشتغلوا عن الفضلية أنا بس أستاذينك أنا عايزة أشكر لعبتي طبعاً إنهم السنة دي عملوا حاجة كبيرة جداً الحمد لللي إحنا بطولة الفرق السنة دي ما كناش المرشحين الأول لها اللعيبة في النادي الأهلي في المرحلة دي يعتبر من المدارس من قطاع الناشئين يعني أولاد المدارس المنافسين اللي كنا بنلعب معاهم لابين لعيبة من بره سواء النادي الزمالك أو النادي الإسماعيلي فدي حاجة أنا مفرحان أنا شخصياً من اللي إحنا كسبنا بولاد النادي فدي حاجة تحسب للنادي الأهلي كله ودارت إنشاط رياضي طبعاً كابتن مرافع عبدالاهدر وكابتن عشرة وقتهاح رئيس الجهاز كابتن عمر رضا كابتن فاتح عبدو فعايز أشكر يوسف أحمد عمر هاني عمر هاني فوزي يوسف الجمال وأدهم أحمد وأنا بشكره من هنا على المجهودة اللي عمروا السنادي عندك حد عايز أشكره؟ أكيد طبعاً وكابتن عيني بيشكر العيوة بتاعته وأنا بشكر العبتي للأبطال طبعاً كلهم ياسين واقل ومؤمن صلاح وياسين ياسر محمد عبد السلام محمد السيسي أنا بشكرهم طبعاً جداً وأنا بس عايز أزود حاجة إن اللي إحنا اللي حصل البطولة اللي فاتت يعني كان موضوع كدير قوي يعني لإحنا مفيش مدرب في النادي الأهلي ما كانش موجود في الصلاة مفيش مدرب يعني كابتن هاني موجود معي الكابتن ميدو محمد عحميد مدرب 18 سنة موجود بكل حاجة ومعندوش ماتشاط وجاي وبيشارك كابتن أحمد عبد السلام كابتن عمر در كابتن أشرف عبد الفتاح كابتن فتح عبدو كل الجهاز موجود حتى في السيدات برضو كتوع السيدات كله كان موجود معا كله كابتن عبد سلام كابتن هشام سمعير كابتن كابتن هايسم كابتن بسان كل الجهاز كابتن عدل شومان طبعاً كابتن أحمد عيك كل الجهاز كان موجود حصل برضو حاجة كنت عايز أحكيها شوية أن كل اللعيبة لعيبة الرجال نفسها بتتصل باللعيبة قبل المتشاط على طول يعني محمد البائلي طبعاً خالد عصر حمد شومان وعمر بدير كانوا بيتمرانوا معنا كانوا بيجوا يلعبوا مع اللعيبة بتاعتي قبل البطولات طبعاً بوجه لهم حلوى الروح دي قوي طبعاً بشعجة حضراك اللي احنا في الاهلي جماعة آه يعني يعني التلت الفرق اللي فاتت اللي احنا كنا فيها دي ده الإفنت كانت ماشر سنة أولاده بنات حضراك تتخيل ان كل الجهاز تنس كوله موجود في السماع ليه وفي نقطة كمان فالروح موجودة الحمد لله ودي سبب رئيس اللي احنا فيه دي لقاته يعني في نقطة برضه أنا عايزة زودها كابتن عمر ده كان عنده مطش في دوري في اسكندرية كابتن سيد لاشين كان عنده مطش دوري في اسكندرية مع كابتن عمر جمل جم بطولة من اسكندرية الإسماعيلية عشان يحضروا معنا وكابتن سيد لاشين كابتن عمر أسماء يعني كبيرة جداً ان هي تحفز بعيدة المصرى يعني حاش انتو تتكلموا على مصنع خط إنتاج لأبطال المستقبلين مبدئياً حاجة جميلة جداً ولو ما كانتش كل العناصر فعلاً يعني بتتدفر عشان نوصل لمرحلة البطورات والإنجازات دي كلها ما كنتوش حققته اللي انتو بتتكلموا عليه من أول الحضر الحمد لله المنتخب المصري من كل الإفنتات في الناد الأهلي من 10 سنة دي رجال وسائلات فكل رياضات دي فكل رياضات دي يعني نتمنى أن نفضل نحافظين عليها الحمد لله ساعات كتير زي ما كنتونا بيقول كمان احنا بيستعانوا بينا في منتخب مصر الناشئين طبعاً مفيش خالص رفض من النادي كابتن أشرف على فتح بيدعم جداً كابتن أقول بيدعم جداً اللي احنا لو جلنا استدعاء للمنتخب نساعد شوية لأن العيبتنا كلها بتبقى هناك طبعاً فطبعاً يعني بوجه لهم الشبط طبعاً موفقين إن شاء الله كل اللي جاي وأنا سعيد جداً مننا كنت معاكم النهاردة نورتونا وصرفتونا ومن يوم مبروك على هذا الكم من الانتصارات المشاركة وإحنا شرفنا بجده محبولك لتركوا شكراً جزيلاً بس أذر حضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني عشان نستكمل مع حضراتكم آخر فقرة بقى حوارية في حلقتنا النهاردة واللي حيكون من نورنا من خلالها الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورا فاصلتم مع عودة الفضاء